موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لون من ألوان الشعر الشعبي العراقي يتميز ثلاث أبيات وبيهم جناس بكل شطر إلى معنى أول ناس كتبه هم جنوب العراق ومن الآراء الثابتة يقال في محافظة ديقار أول من كتب هذا اللون الشعري أحسين العبادي يسمى بالأبوذية نسبة إلى الوجع غالبا ما يكتب هذا اللون الشعري للوجع الذي يعيشه الإنسان الجنوبي انتشر اللون وصاروا الناس اللي يكتبون هذا اللون الشعري نجوم ومشاهير الضيف ما من اليوم عنده يعني موقع من المواقع التواصل الاجتماعي مشاهدات واصلة ثلاث مليارات ومئة مليون رقم تعالوا إيانا خلينا نشوف شاعرنا ورحب به الحبيب المبدع أياد عبد الله الأسد حبيبه الأكبر ومساء خير عليك وعلى الكادر وعلى الجمهور ويا رب نكون ضيوف خفيف ينضل عليكم نورت يا حبيبه مشرفت الله يسلمك انت شاء الله الطريق مو متعب لا لا مو متعب انت استاهل الله يعزك ان شاء الله الله يسلم هذا الرقم اللي قلت ثلاث مليارات ومئة مليون نعم من عرفة هذا الرقم صارت عندك مشؤولية أكبر طبعا هو أي رقم حتى لو كانت مثلا الرقم مو ثلاث مليار مثلا خنقول خمسة خمسة مشاهدة فذول الخمسة يعني لما تكلوا عليك وشافوك إنسان تستعق المشاهدة ما دخلوا عليك طبعا اذا ينتظرون شي جديد مثلا ينتظرون الأيام القادمة اش راح تسوي هنا أنت تكون صاحب مسؤولية فلازم تكون حالة بس الأكبر العدد ازدادت المسؤولية اي طبعا اي انا اجيك من الأقل للأكبر يعني مسؤولية أكبر وأكبر وأكبر طبعا ان شاء الله انت قدهي الله يسلم أكبر انت محبوب الجميع في دول عيني هو اليوم اليوم برأيك شنو مقومات الشاعر الناجح ككتابة نعم ككتابة يعني عدم التصنع أهم شي طبعا الكتابة المتصنعة يعني ما اعتقد احتمال توصل إليك وللإنسان المتصنع الله لأشباهك نعم لك والأشباه عياد عبدالله ليس هدي يعني شي انت من سوق الشيوخ نعم من سوق الشيوخ هذا المنطقة العريقة الحمد لله اللي عن كل شهف وهي يا مثحب الله يعزك عياد عبدالله ليس هدي إلي فالنسبة معينة من جمال الأبودية خلينا نقول مثلا تسعة من عشرة عشرة من عشرة جيد نعم برأيك إذا أياد عبدالله الأسدي ليس من محافظة الديقار هذه النسبة تبقى لو تزداد لو تقل والله يا أبي الأكبر أنه أعتقد نفس النسبة اللي خلى ليها الجمهور طبعا النسبة ما أنا خليها لا لا أنا أقصد أقصد يعني تأثير المحافظة إلى تأثير لو ما لا تأثير طبعا البيئة يعني لها تأثير 100% طبعا 100% أنت أو بطبيعتك تخاف والله أول ما يخاف ما ينجى يعني بس أذا أشتاقيت ما أخاف يعني ما عنده منع ضد الاشتياق له يثقر التفق أبد يعني أنا عنده دار مكاتبة على هذا الموضوع يقول شاتل وحارق بيت يم ديرته هواي شاتل وحارق بيت يعني اثنيا شاتل وحارق بيت يم ديرته هواي أو بس قل لك مش تاقتل الفجر جانب لا والله الله 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 الخجل عند الشاعر هذا جانب والخجل عند الرجل شيء جميل أو معيب هذا الشيء لأنا ولا أنت يقول الحياة أجمل ما في الرجل على ما بيطالب سلام الله سلام الله بس تعرف في بعض الأحيان الإنسان اللي يخجل يأخذ من جرفة الكثير يعني تتفق لما تتفق بس مو بالأمور كلا طبعا يكون إنسان يقدر أنه الخجل ويقدر أنه إنسان عنده حياة حسب المقابل أزيد الأشياء اللي 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 حبتك بيها الناس من ناحية الشعر يا أبو ذي يا صاحبة الفضل والله كلهم صاحبات الفضل يعني لا يعني أقصد اللي بالبدايات اللي طلع عن أياد عبد الله الأسر ها اللي بالبدايات إنه هن مجموعة من الأبيات ثاني قرأت على منصة فالحمد الله يعني ثاني يوم أول قراءة ثالث يوم أول قراءة بسوق الشوخ نعم على منصة سوق الشوخ فثاني يوم نحفظنا الأبيات الحمد الله جيد أي اللغة البيضاء يعني كتبناها جيد فيسمح الطفل ويسمح الرجال الشبير الحمد الله الحمد الله من الناس اللي اللي تستمتع تقعدوا ياهم والله الناس يعني الناس اللي من تشكيلها يفتهم ومن تخلص سكواك إنه هو يبقى يشكيرك إذن نفس الطبقة اللي يشبهك أنا عمل للإنسان اللي يشبهك أكوبية يعني إذا تسمح العزو يخرج وشلها جوب وراح أشقكها العزو يخرجها وشلها جوب وراح أشقكها وشيلها الغناء هلا قعدت يم واشلها استلذ بالعايز من يمر عليه الله فالإنسان اللي يشبهك الله 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 يفهمني اللي يفهمك طبعا اللي تشكيله ويشكيلك طبعا هو اللي شبهك يفهمك لأنه نفس الصفات اللي بيك محافظة والله تقريبا قرأت بأغلب محافظة العراق وستمتلك ما تذكر أنه محافظة قرأت ما قرأت بيه ما تذكر يا محافظة ما قرأت بيه ما تذكر يا محافظة جيد أنت تكتب القصيدة نعم أكتب القصيدة وتكتب لبوضية يالون قريب إليك أكثر والأكبر أنه أنا أول ما كتبت يعني من حسي تروح أنه أنا أكتب شعر أكو عنده موهبة فكتبت القصيدة جيد بس أنت تحب الأبوذية تسمحها أحب الأبوذية بعدين كتبت الأبوذية لقيت روح بالأبوذية أنه أنا يعني شافي لجرح فمن أكتبها شافي لجرح أكثر من القصيدة جميل أي فبقيت أنه الأبوذية أكثر من القصيدة أكتبها باستمرار بس القصيدة مو دائما القصيدة لا مو دائما شعر قصيدة أو شعر أبوذية والله أحب أن نقال عني شعر بس بس احتمال ما جدت هنا اثنين هي بنظر لا تتخبل الله يستمر تتخبل أياد تشذبون تشذبون عليك والله هو تشذب هو يعني ناس تشذب بس نحن نعرف أن الإنسان من يتشذب بها طريقة مثلا أبو الأكبر لا أنت على المستوى الشخصي شون تعرف الإنسان هذا شغلته مصحية يعني بجانب مثلا أنه أبو الأكبر يقول لي مشتاقلك زيان المشتاقل ليش ما يجيني الله كثرة الاشتياق اللي مشتاقلك مشتاقلك زيان شون المانعك ما توصل يعني أكو صخرة بالطريق ماكو وإن شانت أكو طريق ثاني يقدر يوديك لي أكو تليفون وهنا المشكلة هي فاليغفة من غنى المنكوب منكوب اليغفة من غنى المنكوب منكوب اللي عرف البايق من البيت وبواق الما يذكر عطاش عباس ويلوج مثل الواقف ويجيش عراق الله الما يمشي عدل موصوش رجدي اللي يقل أشتاق لك وينام شذاب يفز مننا وما يركض كون مشتاق الله الله يا حبيب الله 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 سافرنا يعني بدولة من الدول العربية هسا بغض النظر مو ذكر الأسماء لكن نقيناهم مجانين بعشق لغوذية صحيح صح صحيح أكواي أسماء كتبة لغوذية وخرجت هذا اللون الجميل ووصلت خارج الحدود تعرف أنت هذا اللون وسيد المشاهد أكيد يعرف أنه هذا اللون يكتبه بس العراق صحيح صح يعني بين الدول العربية نكتب بس بالعراق هاي وليجي دون أكثر يعني عليك نور لكن كل شي يحب فهواي أكوا أسماء طلع وهذا اللون قلت لك خارج الحدود عيادهم من منهم هو الأكبر يعني من ضمنهم وبأدلة بس حتى لو أشنت مو من ضمنهم يكفيني يعني يكفيني فخر أنه أنا يكتب لي لون هو طالع خارج العراق يعني واصل حتى لو مثلا المواني اللي وصلته وصل إنسان شعر هم يكفيني يعني فخر هذا شعر طبعا يكتب اللون اللي أنا أحب واصل يعني خلينا اسمع أبوذية صار أبوذية تقول بيششامت الروح ومدرأ لمحة أو مدرج روحة طيش مدرأ لمحة بعرسها شكي لأبوها مدرأ لمحة مدرأ شكي الصديج الخان بي والله أي والله والله رحت في الدول هلك كلهم ويا راك أي اليشوف يسحق عظامي ويرك هن اللي يملو فتح صدر ويا راك شرط يلقاك صورة وصوت بي وحق ذي تباهة جاسة ملهة أمل روح وغيابك جاسة ملهة أنا اليلة توداعك جاسة ملهة الثغي بالعازلة من العام بي الله الله يسمى الله الله غزون وشفتك تركض مع الغار علش يتلوجد مكتوالم مع الغير شنح مهمة متونسة مع الغار النبي جامع لن ليش الطيت الله 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 أعراض مسودا ومهظوم بتشول شماته وصار شوفك علي أعراض مسودا ومهظوم بتشول شماته وصار شوفك علي أهيم من الوداد عليك بتشول خبل تون وطروع أقول بي الله 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 أياه الشهرة نعم حلوة لو مو حلوة بس لأنكم صريحين نعم لا صريحين جيد حلوة يعني بناس الناس أكو ناس طيبة يعني فهي الشهرة وصلتك لهاي الناس وخلت الناس من تعرفك بس أكو ضرائب يعني طبعا هذه اللي يدفحها الإنسان المشهور يعني أنت من الضرائب اللي 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 تدفحها أنه أكو ناس يكرهوك نعم يا المام علي يقول الناس أعداء ما جهلوا الله هم هم دول اللي يكرهونك بصراحة شو نقول لهم أبو مو بس أنت عندك ناس يكرهوك كل إنسان عنده ناس يكرهوه هس أنت يا أبو الأكبر خل أضرب لك مثال مثلا هس الدنيا ليل أطلع لبرة وبو على القمر راح تشوف نجمة صف القمر احشي عليها احشي عليها من الفجر راح يسوي موطي ما راح تنزلها ولا راح تغير لونها ولا راح زحزح من مكانها شوي فهذا ما نحجى الإنسان يكرهوهو واصل فما راح أنه قصم عنده شي أفيا والله أبد أفيا تقللهم شي لا هو يعني أنت شا تريد تقلهم يكون إنسان حرام تعتبره خصمك صراحة أقول أكبر قانون بعزة النفس إذا كان خصمك رخيصا لا تحاربه الله بس أكو ناس تستاهل يعني أكو شرف خصمه بموضوع طبعا فليحشي هذا براك فهذا إذا كان يعني لا تحاربه إذا كان رخيصا أنا وذي يريد عند بيت يقول أنا الجدك السابع بقى وراي شون أنا الجدك السابع بقى وراي لا والله أنا من حلق شمات بقى وراي ذي المتش تحض قورك بقوراي راس أنا وعده يحلفون بي يقلهم يقلهم صح نجم نعم بس عمره عمر الليل وعلى يا أخي الماء معروف يدور زل على المعروف والله صحيح والله صحيح وشكلها بس نتحمل أكو طيبة تقلب اي ونعم الله يصلي ونعم آيات نعم أنت من الناس اللي عبرون مشاعر ولوللي الصامتين والله لازم تعبر مشاعرك بس للإنسان يستاهل يستاهل من اللي تقدر تقل تستاهل ماي عيوني تستاهل ماي عيوني يعني للوالدة الله الوالدة تستاهل الف تحية الوالدة الله يسلمك يا بركب يعني كدر محبيتها ما أعرف صاحب للأسف يعني يقول مشاعر روحا خاك عد أبدأ منها رب الطلم والحيل واخذ من ابنها الله اي والله مشاعر روحا خاك عدة بدأ منها رب الطلم والحيل واخذ من ابنها الله 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 تحياتنا للشاعر يعني اللي نفتحي لشاعر ها نفتح ها انت تحبي الانتظار والله أحب انتظر يعني صدق كل شي أحب انتظر أول واحد بالدنيا يقول لي أحب الانتظار أكو مثل عدها أنا يقول ترياح سم ترياح خير من التاكل نعم بس عاد كون لتنتظر يسوى طمان اشتهب شا أخو ينتظر لنأخذ فاصل ماشي ها مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدين الكرام البارتف الثاني من حلقة هذا اليوم مع الوشيم يا حبيب براك عياد عبدالله الله السلام شيخ بارك شعن بخير 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 لا يخبر الابوذية دخلت بحل نزاعات الابوذية ترافقنا بالحزن وبالفرح أبو الأكبر بالحال تين ترافقنا أيضا دخلت مثلا يعني وكأنما تشكي حال يعينك الشعر أفضل من ما تقوله كلام نعم أنت كاتب على فتقصة معينة أو صارت قدام قصة معينة قصص صهوائي أغلبهم واقعيات بالمناسبة لأن أنا لا أحس به لكي من أنه لا أكتب عليه جميل فالقصة تستحق يعني أم شهيد استشهد بنها فأتخاطب أصدقائها قالت لهم مين المكان الذي استشهد به فعبر تشاطي عنهم بالمكان الذي استشهد به ابنها أو بيتهم فقالت لأصدقائها قالت لهم عبرون المكان عبرون المكان وصوب لسوا دمع شبه غيمة وصبه يقول عسى يصادفني شتالة وصوبة عبخت عصاب ترقدت عليه الله الله يستلم الله 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 فما أشوف أنه أكثر القصص التي عندي تستحق ذكرها أكثر من هذه ومش شيء تستحق وتستاح الواحد يذكرها دائما وأبدا الله الحب أياد كتبت القصيدة مثل ما نواهنا نعم أنت منافس بالقصيدة مثل ما منافس بالوذية أول شعر ينكتبه الأكبر مادة تنطرح يعني أنا مولي المنافسة أنا أفتهمك يعني أنا مولي المنافسة أنا أكتب مادتي وأطرحها نعم جميل زين نسمع نسمع قصيدة نسمع كقصيدة أنا أحس أحس إحساسي بها جميل تمثلك إحساسي بها إحساسي في المرات بين وبين نفسي بيّن بعينك ملل أيو الكفيل عمي عيني لخلتك مليتني ياه مثل الحبك وحط روحه بيك ثلجة وبنص موقدك حطيتني والله شن تضويلك درب من شح ضواك ومن نجتك وادمك طفيتني معلأسف رغبة عدك ياه وسف حسبالي شوق ومن دريت تنفسك غفيتني ومن يتضحكك حتى لو شي يعبوب ليش بالعيد الصبح بتشياتني رتكت ودني الهلي لما نعميت وتالي ما تالي اللي حد وديتني الله بعين خليتك علي عليها السواد وفرجة لله وللخلق خليتني الله يا مسيت العافية عليك أنا قول وانت بخشونة حتي مسيتني شن تشيل القاع واركض مدرو وين مدرو وينك من رح تسليتني قلت لك الفوق الشمس والحضر نار وانت كثرت الحطب شويتني أوف رتكتحافظ علي والضمن بيك الياش يمجمعت غجر غنيتني قلت لك عيوني عمان بس كظنى شوف وانت يمشامت ولك هديتني الله قشمرتني بها حبيبي وبعد أبوي ومدرو بسماء اش كثير سميت قشمرتني بها حبيبي وبعد أبوي وبعد أبوي ومدرو بسماء اش كثير سميت راح أصدق بالحسب نجمات لي وما أصدق من صدق حبيبي الله الله السلام المشكلة اليوم بالعلاقات أنه التشذب طاغي المصداقية قليلة صحي الشعر يعالج هواي حالات عاطفية سياسية ووطنية ممكن صح صح جيد من الأهداف اللي بكتابة الأبوذية لآيات أكبر هدف أو أكثر هدف أنت دائما تركز عليه تفهمني الجانب العاطفي صح الجانب العاطفي صح جميل أنت لا متزوج لا 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 ما متزوج وإن شاء الله أنت الزواج يعني بعد إن شاء الله حاليا لا مقرر لا وراء تسهيل الله لا حاليا لا حاليا لا أنا لا مقرر جميل جيد عدد المنافسين الموجودين الأياد عبد الله لا سيدكم بالأبوذية بالأبوذية والله والأكبر أنا أعتبر أنه العراق كله يكتبوا دي جميل يعني العراق كله يكتبوا دي والله العظيم يعني مو خاف يعني تواضع أو فتش أنا أحس أنه أنا أصغر شاعر باللناس التي تكتب الأبوذية شكرا للأخلاق شكرا للأخلاق يا جميل والله العظيم والتواضع الله الله والتواضع فتشغلة مقدسة الحمد لله صدقني صدقني أكو فرق بين الأبوذية القديمة والأبوذية الحديثة فرق بال يعني مثلا أنه بكتب معاشي يعني هذا الجيل يعني قبل هذا اللغة البيضاء والسوشال ميديا وهذه التفاصيل أكو فارق بالصياغة فارق بالأخو ناس تصنعها مثلا بدل ما تقول جيبة تقول إيبة خوش أنت ضد له معا لا أنا ضد تصنع لا لا ضد مال أنا أقول له بوذية بطريقة كلامية هي مطريقتي لا مطريقتي لا طبعا ضد سالفها كما هي شلون السالف يعني هي سالفة لابوذية أهم شي تكون وحدة موضوع بها يعني المطلوبة جميل خلاص خلينا نستلهم نستلهم صار الله سلام النسة شدت الراية النسة شدت الراية لا يمنكم ولا طارش وصني لاجه منكم منوليته لا يسركم الله لا يمنكم شفتها منولونه وقصوضي الله الله منحجة سره ولكن لا يسركم وضيما ما حزنكم لا يسركم ما على أسف يمنكم بيت شامت لا يسركم شفتها تحنت على الصار بيت الله 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 يسلمك أجي أفواجه أجي أفواجه وشد حملك وعبراك خاف تقول ما قدرك وعبراك أجي أفواجه وشد حملك وعبراك أخاف تقول ما قدرك أجي أفواجه وشد حملك وعبراك خاف تقول ما قدرك وعبراك الله أعبر لك وزغر الشط وعبراك أخافت عايزت تعبر عليه الله 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 هذا أنا كلش أحب هذا اللون صراحة تدور عينيك والله 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 أحبه جدا وأذوقه جدا أستذكر هي كيفية للكبير رحيم الركابي والنعم والله الله يقول يا أخي من الأبيئة اللي يعشقها بصراحة يقول وضع البالوطن ما ظني سرجون ولا ولا للمعتصم خيلا السرجون أكد وصلت الواشنطن يا سرجون أسيرة بوش خدر السوم أبو حميد ألف تحيالي شاعر كثير سلون أنا عندي ديت إله نعم يقول أرى ويه الصبح بجفاك عابس أرى ويه والتري ديعي عابس بويه والتري ديعي بعابس مهدل بالولاي أهدال عابس بنولخ يما صير غابري الله 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 كل إنسان عندنا وجهة نامر صح نعم شنو ما قايس لازل من نشمي عندك والله خلي نقولها بطريقة ناللي اللي شوف يستحق شين ستر وسترة بدون مقارب نعم السترة لله السترة لله الله بيأتي يقول عيونك بزه عيونك بزه للعطشان هدمة ونصيحة من تشوف الغلط هدمة شيخ الماء فرش للستر هدمة عبره ولا تحسب من البجية الله الله سلام الله أكثر أشياء تقلقك على المنصة لو خلص موضوع القلق أنت من الناس اللي يقلقون على المنصة أو لا بالبداية أنا من الناس اللي كلش بالبداية أنه يحسب حسابات يرتبك وكذا وبعدين لا أنت من الناس اللي يرتبكون ويقلقون لو لا الارتباك يروح شوكت الصح يجب أن تحسب ألف حساب لأن الناس عايفة بيوتها وعائلها ويأتي سمعك لازم تقدم المادة التي يرتاح للبيت بالليل يسمحها فلازم تكون هنا أنت تحسب ألف حساب القلق يروح من ترى وجوه طيبة بالمهرجة طبعا ترى الناس اللي جاء عادة تنسى تقلق خاف ما تقدم أنت أفضل شيء أنا جمهور يذكرون بالأبيض فهم يذكرون فأقرأ لا أنا أصول على الجديد ها يعني على الجديد أصول على الجديد لا على الجديد أكيد سأحفظ الخاطر هم أقرأ طبعا طبعا إن شاء الله ما أقرأ اليوم الشهرة ما لتأياد برأيك برأيك الشهرة ما لتأياد تعب أجت بتعب طبعا بتعب الأكبر هي خطوات أنت من الناس اللي يخططون له العشوائيين لا إذا ما تخطط يعني شلون تنجح جميل يعني يعني قلت هنمو ذابها على الغارة بحبلها لا لا لازم تخطط أكو هنا واحد وهنا ثنين وكذا ورغوا قلم فممكن للناس إن تحب بس الشعر بالشهر يكون ناس تنظر الأخلاقة طبعا تنظر يعني السالفة من يسولف أخاف السيئة وأخاف أي السلبيا وإيجابي إفاد أنه مطلوبات أكيد أردت أسألك أنه اللي يحبب الناس بالقصيدة مو فقط جمال القصيدة لا لا مو فقط الجانب الفني بالقصيدة من أنه ممكن يحبب القصيدة أيضا هو الشاعر نفسه اللي يقولها مثل ما الفضلة أنه أنه تحتاج رجل عنده أخلاق مؤدب محترام ويعني هاي الصفات الحميدة هاي الصفات الحميدة أي لذلك يعني البيت راسخ بذاكرتنا للمرحوم عبدالحسين الحلفي قبل لتكون شاعر أي قبل لتصير شاعر صير إنسان حتى نقول هذا إنسان نعم شاعر نعم أي فهذا تعتبر قاعدة طبعا قاعدة طبعا قاعدة برأيك أكو ظروف تمنعك من الإنسان اللي تحبه ظروف مثل يعني شنو يعني ممكن إنه أنا عندي مشاعر وما أقدر أقولهم هاي والله أنا أنا عندي بيتي يقول أحبك بالقصيدة استحمنا أحبك بالقصيدة استحمنا أحبك بالقصيدة الله يقول ليش أحبها البيت الله يسلم أقول لك يا أخي صادق فدوا العين يا أخي أحس بالقصيدة بكيف أكتب شا تقول أقول أنه الإنسان المقابل يرفض فإنه كلهم فأنخلى هذا البيت وعسى والعالم أي أنت من الناس اللي شون رأيك بالهذا اللي يحب شخص ما يقل لي أبداً ما يقل لي وكأنه ما يحبه من طرف واحد والله إذا ما معيه السلام الله عليه يقول إذا حبابت شخص يعني يقول إذا حبابت شخصاً يعني يقول إذا حبابت شخصاً يعني سؤلف سؤلف بمشاعرك اتجاه زين برأيك أصعب مرحلة بالحياة أصعب مرحلة الحب من طرف واحد أكيد الياحد ظل ساكت وكتمه بصدري الياحد ظل ساكت وكتمه بصدر وحط مية قدر للمعرف قدري أصعب مرحلة من يمر بيها إنسان من يحب بشر والبشر ما يدري أوف فمن تحب إنسان وهو ما عند أعلم الله الله فهذا تكون أصعب مرحلة خلينا نسمع أبوذية أنا خادم بالأكبر لا العفو والله هي ذاكرة شوية لا لابعدنا شباب ما أقدر نقول ذاكرة ورقية وتليفونية صحيح أنا بي الغلط يعترف حاشاك الله السبب مذه plenty من ين حاشاك الجارك رح تعمي تبيح حاشاك الثمن بيعت كلا توشبه بتبيف الله يا ره 己 سلام لعيدين صار بشر أنا بي الغلط يعترف حاشاك السبب مذه plenty من ين حاشاك الجارك رح تعمي تبيع حاشاك الثمن بيعت كلات وتشبه تبيف فهنا المشكلة الشميado بيش ملذ شيه ليالي ونسى يامك قضت عايه في الوادم ينسى يامك الله الشمالذ شيه ليالي ونسى يامك قضت عايه في الوادم ونسى يامك شنتى اليك أسير ونسى يامك روح وو بس ملامح جسد بيrom الله 하겠습니다 الله jeżeli Eduardo بداه عمدا بياه حال و اجى بعد السنة يدور بياه ح substance ده راح تازه وقطع عمدا بياحول ولفه بعد السنة يدور بياحل قال تحبني قتلانا بياحل قفض ما تلقى ذرة شوق بي هلا بنا الدجفن واندهناي نزل من واندليلي واندهناي هلا بنا متيمة واندهنا وقال استاحش السولف علي الله هلا يلميت علي وناميت عليك وعينك تمتني وناميت هلا يلسلها متبيدي وناميت رغد ورموشك يفين علي الله رموشك بار طبعا قال ايش بيك قال ايش بيك قتلانا يوجعناي بلحد افرح بجدمك يوجعناي نعم اسم الله عليك ذنى يوجعنا لا يا ربك اسم الله عليك ذنى اسم الله عليك ذنى يوجعنا يعني تحبهن خليهي دلوجع بي لا ايد ابنه يا عب صار ايد ابنه يا يرحم والدي والدي قال ايش بيك قتلانا يوجعناي بلحد افرح بجدمك يوجعناي اسم الله عليك ذنى الله ذنى يوجعناي تحبهن خليهي دلوجع بي الله 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 اياد رجعوا لك اعتذرون وشين الفائدة ولكن يعني يعني اللير يرجع رجع بوقت متاخر شا والله فعل حافة أن شُن أصدقال تبع?' هل رائعً считُ؟ آكوبية يقول هالسنوين اللي ترد دون يطوكم كم؟ اللي ترد دون توكم هالسنوين اللي ترد دون توكم هالسنوين؟ هالسنوين نعمه العامه سولف هالسنوين هاههههههههههههههههههه تنجدون علي حالي هالسنوين هوف منشيري فعلوك بي؟ الله هلnels يجدون على حالي هالسنوين حافوا من شريفة أعلوك به فأنت لا يظرك المظهر when we see someone كامل مكمل يعني ظاهريا ولو as an شجور و evaluي عندما يعني منه بينك ساترنا الكبرياء الحمدلله والله العظيم لو ما الكبرياء يعني الكبرياء ازيان طبعا.. او رجاء بدون الكبرياء انا ميل اما انا غير اموت من هذا اليشك طعبا مع بي مساني شكيت لك يعني قلت لك اليشكه من ال تحسه تحسه مو قد الوجع مو قد ال يعني علي قولته هني هذري هذري زلمي هذري لا كوني انا والله اشعدهن من اليالي خلي جنانا قبهه لأنه يعني هو أنت حتى ينقال عليك إنسان ناجح لازم تمر بهاي المطبات اللي في الحياة بس أنت تكون إنسان ناجح ترى من أنت عبرها ومن توقف فيها نهاية صح لو غلط؟ إذا مطح ما تقوم ويرحم والديك لكن إذا طحت وظل يطحت وأن النجاح بالموضوع أنت فشلت ويجوز من أول التجار وفشلت طبع إنسان فاشدة عفيا عليك هذا اللي إحنا نقوله إنه تحلى بالصبر تحلى بالكبرياء مو دائما تسالف عن جراحاتك صحيح لأنه من الممكن تكون هذه أسرارك هي سلاح ضدك تسال فيما بعد صحيح عند الناس اللي ما يستاهلون ثقتك فعلا جيد؟ ل센 الطريقة نرجع ونقول أكو أكو مسألة أيات الأبوذية برأيك هسا اللي راح يسمع هاي الأبوذية الكل يفهمها من عشرة شقد يفهموها الأبوذية يعني هسا مثلا مثلا يوجع عن ناي نعم خلينا نقول على الشطر الأول شقد من الممكن يفهموها الشطر الأول يعني خلينا نقول ستة أو سبعة من عشرة نعم من عشرة جيد زين هاي الثلاثة ما تحس انه صعوبة عليهم الفهم اي بس لازم شنو انا خليتها خليتها لازم يطلع على مود يفهم الشطر سؤالي الثلاثة نفسهم بالأكبر عفوا راح يفهمون الثارث والقفل طبعا بسم الله عليك ذن نيو ذن نيو جان نيو يعني بسطة للمود نعم متعرض للسؤال عن الجناسات نعم هواي هواي هو دائما اللي يكتبوا دين سئلة عن الجناسات في بعض الأحيان انه جناسات تحتاج لتفسير صحي صح له غلط لانه متل ما سألفنا بالبداية جناس او مفردة او تركيبة تحتوي على ثلاث معاني تفهمني شون؟ فمو كلها هي الناس سميعة شعر وتسمع شعر وتطلع شعر ومن الممكن تفهم شعر تفهمني شون؟ بهالحاله صارت المسألة صعبة او لو سهلك اللوذية؟ اللوذية يعني انت حرفتك بالمناسبة انت حرفتك يعني ما لها علاقة باللون هل لها علاقة من الكاتب لا اللون مهم يعني لا لا ما لها علاقة اللون هو صعب او سهل هلها علاقة منه اللي يكتب اللون من الممكن يصعبه ومن الممكن يسهله صحيح هو عند القدرة والامكانية يكتب الحالتين يكتب الابوذية الموامفهومة إلا يفسرها هو وإلا يفسرها الشاعر انت مع الوضد هاي؟ انا مع الطرفين يعني مع اللي ما يفسرها إلا شاعرها؟ مع الابوذية بشكل عام بس اللغة البيضاء اللي اكتبها يعني السهل الممتنع الابوذية يعني مثلا اسم الله ليك ذني يوجع عني فاليوم ابو الاكبر خلي نقول اريد ادزل حبيبت بيت ابوذية هل ممكن ادزلها بيت ابوذية وفسرها إلاها؟ انا زعلان عليها وفسرها إلاها؟ لا هو انا زعلان ما لخلقه شي بسينا انا ما لخلقه شي ادزلها رسالة بيت ابوذية واضح وخلاص ته الموضوع اي صح ليش اروح افسر؟ يسولف الظرف الموضوع كله انتهت احنا يعني بصراح هذا الوقت دائما يقحمنا وناخذ فاصل نعم فهم خلناخذ فاصل ناخذ فاصل مشاهدين الاكارم فاصل ونعود اليكم مشاهدين الاكارم وصلنا اياكم للجزء الاخير من حلقة هذا اليوم مع الممتع حبيب اياد عبدالله الأسير والله السلام اسم الله عليك ذني ذني واجعل اي والله الله 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 السلاسة انصر مهم بالابوذية صح؟ جدا صديق والله؟ والله العبد اليوم هم محافظات تكتب بالابوذية وتبدأ بيها؟ هم كل هذا دليل على انتشار الابوذية بالشارع العراقي؟ صحي صح صح دليل على محبة الناس الابوذية نعم بالكبر الناس وعدت تعرف الحج يعني وتعرف الشاعر وتعرف شيري وشي كتب ايضا؟ نعم وشي كتب وليش كتب البيت؟ ها شنو صاير بي؟ يعني تعرف ما بين السطور؟ اي شلون؟ اياد من عم رأيتك؟ صراحة يعني بالجانب الشاعر يعني الناس اللي تحبك هم مرايتك؟ اي الجمهور وانما انا قلتها سابقا انا ما اعتبر عندي جمهور والله العبد اعتبر عائلتي عائلتي الثانية جميل والدليل قاعد تشكيلها يعني الشي يصير بحق تشكيلها كتابه وانما استفهم والله فالمرأة الجمهور يعني من جانب الشاعر هم مرايتك؟ طبع زين الانسان اللي اللي الله يبعدك عن المشكلة اللي ذا وقعت بمشكلة خابرة المشكلة هذا التليفون اي رقم من اصدقائي اتصل علي اي رقم يصير الاول هتصل علي مو نعم من هم جانب يعني اي عشواء بدون مقافة كرابة صريك والله والله العبد انصدمت بحياتك؟ من يا جانب والله انت انت اختار الجانب اللي بانصدمت ما انا لقلك بي والله كل الناس مصدومة يعني احنا البلد لازم تنصدم بي لا على المستوى الشخصي اي هو اي هو اي انصدمي؟ طبعا برأيك السبب اين؟ السبب ايه اكو اسباب يعني طيبة قلبك تخليك تنصدم ثقتك؟ او ثقتك الزايد وتخليك تنصدم انت ان الناس حذر؟ والله مرة تاكو العاطفة السيطرة على الانسان بالمناسبة الله عاطفتك السيطرة عليك فتخليك تنسى من خطواتك يعني تنسى انه انت انسان حذر تنسى انه انت انسان ما الثقب يعني بسهولة فالعاطفة تخليك يعني تزيح ذن الامور تشتكي المن؟ اه يعني تشتكي من ومن ولا يعني يعني اقصد الاشياء اللي بداخلك تشتكيها المن وقريب عليك؟ والله ما اكو اشياء تجي من انسان انه انت ما تقدر ما تقدر تشتكي الله اكو بيتعد والله ما تذكرها بالاكبر تارث وقف الله يقول لا 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 حاولت تذكرها والله ما تذكرها كلش؟ بالله الكريم ما تذكرها على اسمك حلفونه وقلت ما اقول بيروسر نزل الطين بير فانا انه انت ما تقول اسمه شكلا تشتكي من عنده؟ يعني اكو ناس انه وش ما يسوون ما نشتكي منهم؟ احتمال نشتكي لهم نفسي اتمنى اشتكي لهم واشتكي منك عليك نعم لانه انت عندي من الاشياء الخاصة من ضمن الحواجل واللي غار عليها واللي احبها فعلا من الحواجل المظمومة اللي انت ما تقدر عندك تشاهد خلينا نسمع شعر من عندك على ذوقك خلينا نسمع يعني اقرالك قضت ذيك المودة ويا المواعيد بعد لا انا شوفك لا انت تشوف شقبطت من المحامل بس تجاعده برغم اول لقائب بين نسحوف الله قضت ذيك المودة ويا المواعيد بعد لا انا شوفك لا انت تشوف شقبطت من المحامل بس تجاعده برغم اول لقائب بين نسحوف مثل برجك العقرب بالمواليد غفل تقرص اليمك يا الله تعوف والله ولك لا جاء أنا روج وشلبت بيك ولا سويت موقف عصة وجروح ولا محتاج شفك شف موجود الحمد لله من جروح وجفوف التروح وبكثر شعر المسعدة واقفوا إياك الله الله وما واقفوا إياك وقدر يزلوا بنفاه الصير عابس من الجضيج احتمال بياتكم ويكتلك الخوف بكثر شعر المسعدة واقفوا إياك وما واقفوا إياك وقدر يزلوا بنفاه الصير عابس من يجضيج احتمال بياتكم ويكتلك الخوف الله طعنتني وخنجرك بحشاي هذا وبريتك وننزف للخلق الله طعنتني وخنجرك بحشاي هذا وبريتك وننزف للخلق هده دروا دمك لتنصحت هذا الكفل حطنا على متنورك الضغي الله 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 أنت تسمع الأبوذيات التي تكتبها أو الشعر التي تكتبها بصورة عامة لبعض الناس؟ قبل لا تقرأ قبل لا تقرأ يعني قبل لا تظهر بالشاشة لو ثقتك بذوقك فقط؟ لا لا أهم تحتاج تحتاج أنتم مرات أكو أشياء لازم تسولفها هي مو تسولفها على مو تستشير فتشي يا أبا كتبت هيك كتبت هيك يا أكو ناس وهو ها نعم أه عباس عبدالله الجريح نعم شنو أضاف لك؟ عباس أضاف لي هو يعني للشعر وبغير الشعر توصل لسلامي وأنا كل ما أحبه الله يسلامك هذا الرجل محترم الله يسلامك نحن بصراحة ندور عن المحترم في دول عنا أيو الله العظيم الله يسلامك أكو فائدة من العباس باعتبار أنه مصور وصاحب قناة وكذا وهذه التفاصيل؟ أبو الأكبر فائدة عباس عنده كاميرا يعني فأغلب شعراء العراق أنه هم بكاميراة عباس صح أي فأضاف له شعراء فأنا من ضمنهم جميل ندعو بمهرجان عبو اثنين لنا فصاحب الكاميرا يضيف كود إعلام طبعا أي عباس قبل لا أنه لا يصير قنوات أيه من القدماء أي فشانت تطلع الحلقة مثلا مالعلى المنصور بالتوفيزيون فهو عنده الساتيلايت هذي اللي يسجد صح اللي تخلي بفلاش فيسجله وينشره بدون ما عالي المنصور يدري بدون ما المقدم يدري يعني ينشرهم صح من شان قبل اليوتيوب هو الأجهزة اللي بس إرساله بلوتوث مثلا يقعدين مع المنصوري على نطينة تلفونه صح فيرسله إليه بدون ما يدري يرسله قصيدة فلان شاعر صح هو الدرب طويل؟ درب الشعور له درب نعم والله وعر وعر طبعا وبيعثرات طبعا بهوي بهوي سبب المتاع 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 تاخذيك بهذا الطريق الطويل والله هي المادة الشعرية نعم اذا فتت بهذا الطريق المادة وانت اذا ما متأكد من انتاجك ومادتك لا تفوت آه والله العبد وبرغم انه انت مادتك دسمة لكن اكو اعداء شون تتعاملوا يهم؟ والله الشيء الما احب اسمعي انا اسد ابني جميل؟ ما احتبره يعني يا حاشب جميل؟ أبد أحبك خلينا نسمع البودية يا أخي ستتخبل بالبودية ستتخبل بالقصيدة تتخبل بالقصيدة الله عيطك العام بلك أقرأ لك مقطوعة اي أحبه والله عتبتك نعم بس هنك المات قصدحي المودة وما أبت شيك البناب طالب يقول العتاب حياة المودة طبعا عتبتك نعم بس هنك المات قصدحي المودة وما أبت شيك ما معصوم لكن تدرزا لا تروحك لذبها على اللي سليك الله بشولة ولا الغريبة تودي صغات وأنا ببابكم ليلية ثانيك ماشيت الخلق ترتيب الحروف خلصت اللغات الله يعاديك الله الله دقيتك بقلبي دقة تثبات وشلحت من العرشة وانا وديك الله الله صاف ما خفت بس عدي حسبات قتلت خاف قتلك خايف عليك يمري من الفلا ماء من ثبات تفاو يم من ذيابة شلو أنا خليك الله الله يسلم الله 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 أيادي على المنصة تقرأ قصيدة أي أقرأ جاء تحب الناس لك بالقصيدة أكثر من الأبوذية لو متساوية والله متساوية بالأكبر متساوية أي كل إنسان يعني يطلب قلت لك على المنصة أنه أنا ملك الجمهور صراحة إنسان جاي من بيته يعني على مودي يقول لك تقرأ لهذا البيت فتقرأ له تقرأ له وأنت الممنون وأنا الممنون أقرأه وتشرف أيضا الله يسلمك وتشرف ثقرأ ممكن صورة السبب لك ابتسامة أي زين ممكن صورة السبب لك دمعة قام إيه كل شي جاهز كيف يمكن أكو بذية كان كان إلها 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 وقع بداخلك يعني ثلفت بيها شعور ووديتها الشخص معين مو اعتمادك على الجانب الفني لا والله انا ما اريد اودي لك كلام ووديت لك بوذية اي صحيح اكوه شي؟ اكوه اكو بوذية طلاب تبدل ما تقول اريد هذا الشي انت تكتب من بوذية وادسه احافظه شي؟ اي مثلا بس سالفتها سالفتها؟ اي يعني سالفتها ان انت تشتاق والكبرياء اللي قلت عنها انت مساعي يكبك ما تقول اي فهو برغم ان انا قلت لك ما عندما تقول ما نعم بد الاشتياق اتعنى نعم كنج مسهيل وردتك علي تسهيل وبوصالك مو له للغير تسهيل ردت منك رسالة الفجر تسهيل امر وزيح ضيجة تخلق بيت الله اكبر اي فانا مختنق يعني الله الله قاعد للفجر يعني غير انت تضر رسالة مثلا يا اخي استرسلنا بالبوذية استرسلنا يا ليتني يا حسناء كنت ذا حولن حتى ارا حسنك الفتاكة يا رعاف نقد قلبه وجمالك غصب حوله وعشكتك واليران انهدم حوله انا تمنيت عيني كون حوله واشوفك تجبل مضاعف عليه الله 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 حوص الدرب ضيم لا يراول شمة يوقد القلب لا يراول الاهل وجعبية لا يراويل البشر ما يحمل المرن عليه الله الله متى يشتفي منك الفواد المعذب ونجم التريع من وصالك اقرب وصل للسماء ويصعب وصوله اليك يالكثرا ذنوبك وصولي اليك يالما نفع جولي وصولي اليك يالكلشي لك مرخوص بي الله 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 اياد الحلقة وياك سفرة فدول عملك يشهد الله الله وسفرة ممتعة ايضا انا اريد منك تقررنا كم ابوذية كم ابوذية مرة ثانية باعتبار ان انا ما اريد اشبع من عندك انا ما اريد اتخلص الحلقة فدول عمرك تقررنا كم ابوذية تحسها انه شونا تقول جدا مفهومة للناس اي يعني من باب مساجلات او باب او لا احنا احنا اذا عندنا مساجلة نخليه ورا هذا الموضوع استرسلنا ايه شفت اربع خمس ابوذيات ايه جيد خلينا ننمون عليك شوي صار تفشل والله الذاكرة مرات اتخجلك وانا اسف لا 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 العفو العفو ايه ايه الوقت بالتشول اعيش ان عمر خليت الوقت بالتشول اعيش ان عمر خليتي بسبب ناسي لقصصهم ماي الله خلت الهضي مشرار عد خرسان خليته وكتبه على الورق للشمت بيه صيام انت دليل وانت عادة وخضار انت يناه وانت عادة الله اذا لا سامح الله وانت عادة عمد ناحري وحلال الذبح بيه كشن طير انتتف مصيوب كشنة دليلي من قلت العزاز كشنة كشنة ينحب شمس كل ما قرفته يحرق بيه الله 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 يسلمك اليجين يجيب ويلفوا وعلى جمعاه عريدا حرقلاتي وعلى جمعاه جفون بيوم جمعة وعلى جمعة اشك ثوبه هيم الغير نية الله اياد تؤمن بالارقام ماذا يعني؟ يعني انت يا رقم رقم اول واحد انا رقم ثلاثة بعائلتنا باخواني جيد بالشعر بالشعر ما تحت الصفر واطمح اكون جيد تؤمن بالسطر الاول السطر الثاني نعم بياه سطر انت؟ والله انا اخر سطر اخر سطر اخر سطر هذا تواضع مو؟ لا لا احب استمتع بالقدامة اشوفهم انا ما زلت اطمح واتعلمه بالاكبر هو اطلب العلم من المهدي الى اللحة حتى الشعر انت تعرف علم العروض ايضا علم خوش قلت لك مثلا بالقمة بالاكبر وين اردو وصل وراها؟ لا كلامك منطقة انا جدا اتفق مع هذا الكلام الحمد انا بالاخير واستمتع بالناس انا قلت لك من المساء انا قلت لك التواضع من تواضع على الله رفعه الحمد الله واشكر صدقني انا اقوم بمسأله هذول الناس اللي رب العالمين موفقهم صدقني تعال دور بغلوبهم تلقي شيء ابيض حسنية نعم اكو حسنية هذا اللي عنده ضغينة على الناس واللي عنده حقيد واللي ظهر الناس ما يسلم من عنده اللي ما ظالم لاحد الله ما يوفقه اللي ما ظالم لاحد او ما حظم لاحد عموما هذا اللي قلت لك اكو قلب صافي عنده بيض بقلبه تفهم نشان؟ ما رد اخوض بهذا الموضوع وصلنا الختام الحلقة نعم انا انت اتمنى اخليها على ذوقك لكن انت قلت اكون مساجلة فياريت انا والله ان المساجلتها هوايب الاكبر انت مساجل هوايب نعم مساجل هوايب جميل ايه فاكو مساجلة احبها اعتبر اخ اكبر يعني عدنان الغزي تحياتنا الي ابو حيدر الف تحية ابو حيدر ايه فهذا المساجلة قريبة علي جميل ايه ابو حيدر يقول غبت غياب قمرة هو ودى لك اول بيت نعم جيد غبت غياب قمرة ليل على الليل انوحش والناطرة في فرقاك على الليل شنه سباب هجرك فرض على الليل ولك حقله وخلى لهواك بيه احنا بعد لازم يعلل ايه طبعا قلت لانت الكاظ مش عالتو دواي اي انت لشمتيت الراح وياي شعلي لو انت ما خليت وياي عذر يخفر لك السويت بيه الله الله قال انا السويت قولوا هاك عناي انا ارتب محنت تصير عوني سؤالي سأل سؤالي سأل ولو بتشذب عني محنت انت وسؤالك فرج ليه الله قلت لها عوفا المحنت واشرك محنتاك وانت على الغروب فاضة محنتك بعزا يشوف عذال محنيتك تضحك والنقاب انطبع بيه قال افواء لا والحسن ما يوم حنيت ادي الا فرحتك ولك الله نسيت بيوم ظهر عليك حنيت ولك حتى استحيت من الزيتية الله الله قلت لها اثم ظنك ضمير مرض لا غاد استغفر ما نسيت اليوم لو غد نشوفك جاي قواش تمر لا غاد ولك كم راقدة تطويريج بيه الله 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 قال علامك تستهين بقلبي ارداك علامك امنية الرات علامك لبست نطرق يردك علامك تتهمني اثم بيه الله فقلت لها اثم ما متهم شخصك وزارين مريض وشاد لطروشك وزارين عوف السيد اليمنى وزورا وزورا عتبتك وبعتبتك خنت بيه قال دليل انت شان قاسوا ياك عتبه عذر الوقت جره وحيل عتبه انا الملقاك ما خليت عتبه شلعت الباب قاله وجاي اليه الله الله قلت له الصراحة دمعت نات نازري فان الصراحة دمعت وعيون بيدين يحنن وليحملن زعل بادة انشلع قلبي انشلع قلبي كشل عتباب بيدين علم ان قتل شالع باب ليه الله ختمة المساجد احنا ختمة ابود ختمة ابود يعني الله 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 وصلنا الختمة لحلقة نعم اخر كلمة انت تقولها لسيد المشاهد والله يا رب كنا ضيوف خفيفي من ظل او كنا ضيف خفيف ظل يعني عفوا وشكرا للدعوة وشكرا لكل عين تابعتنا وهدرت وقتها وشكرا لك ولكادر يعني الله يسلم الله يسلم مشاهدين الاكارم شكرا لكم للاستماع وصلنا لختام حلقة هذا اليوم كان معكم في الاعداد والتقديم علي المنصوري في امان الله اشتركوا في القناة